السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض في نمازج امتحانات الكتاب المدرسي. بعد ما خلصنا التدريب واحد وتدريب اتنين. وشرحنا المنهج كله مع بعض الموجود على القناة. هنبدأ مع بعض في نمازج كتاب المدرسي. هناخد النهاردة مع بعض اول نموذج. النموذج الاول والنموذج الثاني. نشرحه مع بعض كده ونفهمه. بيقول لك رقم واحد. السؤال اكمل ما? السؤال الاول اجيب من اكمل الابارات التالية. بيقول لك ايه? رقم واحد وحدة قياس السرعة. ايه هي? وحدة قياس السرعة. طبعا واحدة قياس السرعة متر ايه? متر على السنة. واحدة قياس العجلة متر كل سنية ايه? تربية. واحدة قياس السرعة متر كل سنية. والعجلة متر كل سنية تربيه. خلال الجسدية بتنقسم ميتوزيا اما خلال الجسدية تنقسم ميوزيا. ميتوزيا وميوزيا. زيارة العبور بتحدث هي الطول التمهيدي الاول من الانقسام الميوزي الاول. تتحرك ان نكون في مدارات سابقة حول مركز المجر حول المركز المجر. ووضع الجسم على بقر تلقاتي عشرين سنتي من عدسة محدبة بوضعها لبقر عشرة سنتي عين بعض السرعة عن الجسم عن العدسة. طبعا دي هتكتبقى فين? عند الميم. ليه? لان على بقر عشرين سنتي بعضها البقر عشرة يبقى عند الميم عند عشرة كمان يبقى عند الميم. الجسم يوضع عند المركز. جسم يوضع فين عند المركز. تعال اكدنا نشوف السرعة مع بعض. اهي. السورة اهي. عند المركز اهي. طبعا يا شباب احنا رسمين بالتوضيح والتفصيل المميل اللي احنا ازاي بنرسم بالزبط العدسة هو المراية على القناة. فمش كل شوية هنرسم. احنا رسمناها ومعلمتكم ازاي ترسموهم وكنت ماشي معكم بالخطوات واحدة واحدة. ولوك ترسموا ده ازاي وتعملوا ده ازاي وتعملوا ده ازاي. اهو يا شباب. هتبقى حقيقية مقلوبة مساوية للجسم. هتبقى عند المركز. مش يا شباب? السؤال الثاني. اكتب المصطلح العدسة. نقطة في بطن العدسة تقع على المحوال الاصلي في ومنتصف المساة بين وجهية ده المركز البصري العدسة. ده المركز البصري للعدس. اتنين عملية يكون بالكاين رحية من تاك افراد لها صفات راسية متبينة عن الاباء. استبقى التقاصل الجنسي. تتقاصل الجنسي. مقدار التغير في سرعة الجسم في السنة راحة ده العجلة. واحدة السنة المكاسر ابقاء بين الجامعة السماوية السنة الضوئية. علن يحداج الشخص المصاب بكسر النظر ان الزهرة طبية تكون عدسيتها مقعرة لانها تعمل على تفريق الاشعة الضوئية قبل تخلها للعين فتتجمع على الشبكين. تعمل على تفريق الاشعة فتتجمع على ايه? الشبكين. الاتنين التقاصل الجنسي يندق ناس لمطابق للاباء لان الفرد الابوي يحصل على نسخة كاملة من الصفات الوراثية للفرد الابوي متوبقة تماما ولا يحدث اي تغير في التركيب الوراثي. الشعاع الدولي اللي ساقط موازية للمحوال الاصل المرقية مقعرة. يعني عكس مارا بالبقرة. يعني عكس مارا بالبقرة. يعد في الانكسام نوع الى تجوين الامشيك طبعا الميوزي وليس الميتوزي. ده ما حيقتها الجسم حرق مسافات مساوي في الفتاقات الزمنية متساوي. قال انه يتحرك بالسرعة منتظمة وليس عجلة منتظمة. رقم واحد. اذا زكت الشعاع الدولي على مرآة مسكولة. كما بالشكل فانه ينعكس بساوية الانكاس هتساوي السفر. يعني ما احنا شايفين. زكتها نصف القطط دقار سطح المرآة يساوي عشرين سنتفه. ان بعدها البوراث ده. نق بتساوي ايه? اتنين عين. دي القاعدة بتاعت. النق بتساوي اتنين عين. النق بتساوي اتنين عين. انا معي النق هو بعشرين. يبقى نعاوز العين يبقى عشرين. يبقى طبعا هتبقى كم عشرين على الاتنين فيها العشرة سنتفر. يبقى فيها العشرة سنتفر. رقم اربع اشرحة العلاقة من التركيب الوراثي كلها من الناس والاباء في حالية التقاصر الجنسي. طبعا التركيب الوراثي للتقاصر الجنسي طبعا هيحصل طبعا تغير للاباء ويحصل تغير للناس لعشان عندي مشيق مذاكرة ومشيق معلس. اما التقاصر اللاجنسي يبقى عن طريق فرض ابا واحد فلا يحدث اي تغير في التركيب الوراثي. بترقم به. تحركة سيارة لمسباق من السكون حتى اصل سرعة دلسين كيلو متر كل ساعة خلال تلاتين سنة. احسب العجلة التي تحركت بها السيارة. اول حاجة انا عندي عين واحد بتساوي صفر اية. ماشي. وعين اتنين هتحسبها تسعين في خمسة على تمنتاشر. ليه? عشان هتحول الكيلو متر لكل ساعة على السنة. عاوز الجيم الجيم بتساوي عين اتنين وعين واحد على الزين. عين اتنين وعين واحد على الزين. تعال بقى نجيبها مع بعض. بص يا شباب. طبعا عن واحد بصفر. يبقى عين اتنين على الزين. عين اتنين عاوزين هيبقى تسعين في خمسة على تمنتاشر. هتطلع معاك بخمسة وعشرين. يبقى عين اتنين هتساوي خمسة وعشرين متر لكل ايه? متر لكل سانية. دي لازم تجيبها اولا. يبقى خمسة وعشرين ناقص صفر على كم على العشرين. تطلع معاك بكم بواحد خمسة وعشرين من مية متر كل ثانية تربية. واحد خمسة عشرين من مية متر كل ثانية ايه تربية. ديات مين ديات العجل. بعد كده هندخل على النموذج التاني. النموذج التاني بيقول لك عرف السرعة. السرعة هي المسافة المقطعية خلال وحدة زمن. العجلة مع التغير في السرعة بالنسبة لوحدة زمن. الاخصاب انتماج المشيج المذكر مع المشيج المؤنس لتكوين ازاي قد او اللاقاحة. القون والفضاء الممتد الشاسع اللي بيدم المجرات والكواجب والنجوم والاقمار وجمال كائنات الايه الحي. بعد كده رقم اتنين عالي. السرعة المنتظم من سيارة الماء يسعب تحقيقها عملية ليه? هقول له علشان بسبب احوال الطريق. لان السرعة السرعة تدفع بسبب احوال الطريق. تابد السرعة المتحركة بسرعة الماء لمراكم متحرك بنفس سرعة وفي نفس التجاهل لانها ساكنة. لان السرعة النسبية بتساوي الفرق ما بين السرعتين بتساوي سفر. يعالج دون النظر باستخدام عدسة محدبة. ليه? باستخدام عدسة محدبة عشان دي بتجمع الاشع فتتجمع على الشبكية. يوجد العدسة مركزية تكون من واحد لانها لها سطحان كورية. لانها لها سطحان كورية. رقم اتنين اكمل تتكون المادة الرواسية في نواد الخلية من عدد من الكروموسومات. رقم اتنين. من سؤال التقاطر اللي جنسي. اتبرهم في فطر الخميرة. تدريكم كل مسمات في الدول الاستواء الاول على خط استواء الخلية. صح من نظرية السادين في نظر شهد. المجموعة الشمسية هو العالم هو العالم لابلس. رقم ب. اكمل الرأس المقالب حيث تحصل على صورة تقديرية معتدلة مكبيرة للجسم طبعا هي هي نفس الصورة اللي احنا كنا لها بعد البقرة. تعال برضو اهوري رهالكم علشان تفتكروها. اهي يا شباب. عشان تفتكروها. تقديرية معتدلة مكبرة. خلي بالك اهي. على بعض اقل من البعض البارئ اهو. هينزر. خلي بالك هتلاقي من تلاقي امتداد الايه? الاشعة. من تلاقي امتداد الاشعة. ماشي يا شباب? السؤال التالت. اختر. الاجابة الصحيح. رقم واحد. يعتبر التقاصر نقط مصدر للتغير الوراسي. التقاصر الايه? الجنسي. هو مصدر للتغير الوراسي. قدر بعض الحيوانات على تعود الاجزاء المفقودة منها تطبعا التجد. رقم تلاتة. من الكميات الفيزيائية القياسية. طبعا القوة مش قياسية. الازاعها مش قياسية ولا العجرة القياسية. او نصف القدر ايه? والمساح. رقم اربعة. وضعت عدسة في مصار اشعة الشمس وتكونت صورة حقيقية مسغرة جدا. على بعد عشرين صنط يعني عند البقرة. عشرين صنط. فزا تقدمت نفس العجزة الحصول على صورة حقيقية مقلوبة مقبرة. حقيقية مقلوبة مقبرة يعني ما بين به وميم. وميم هنا محدود على بعد كم عشرين صنط ليه? عند البيه على بعد عشرين يبقى الميم على بعد اربعين. يبقى علشان تبقى حقيقية مقلوبة مقدرة انتو كنت فين? في النص. ما بين العشرين والا اربعين. طبعا السؤال ده في غلطة. هي مش حقيقية هي تقديرية. هي تبقى تقديرية. ليه? تقديرية يعني قبل العشرين يعني اللي هي عشر سنتي. اما ما بين العشرين والا اربعين مش تلاقي حاجة ما بين العشرين والا اربعين. طبعا السؤال ده في غلطة. في بدل حقيقية هتبقى تقديري. مش كده شباب? رقم بي? وضح بالرسم زاهرة العبور ودورها في اختلاف الصفات الوراثية. تعال نشوف زاهرة العبور. ادي الزاهرة الربعية يا شباب. اول حاجة تكون مجموعة تكون مجموعة الربعية. بعد كده هلتف درافق الكلماتي. بعد كده هتبادل الاجزاء زي ما احنا شايفين الازرب على الاحمر والاحمر بقى مع العلم. دي زاهرة العبور. مش كده يا شباب? دي رقم بي. السؤال الرابع. اعدم ده في على حقيقة العلمية اللي هو ده يتصور تصوره عن نشئة المجموعة الشمسية. حط تصوره عن نشئة المجموعة الشمسية. تعال بيقول لك ناقش هذه العبورة. تعال نناقش العبورة بتاعة بيقول لك ايه? ايه? اهي ناقش ناسية موضحة هزي الحقيقة العلمية. هل دي حقيقة علمية? اه طبعا. لانه هو اعتمد على اساس سهيرة فلاكية تعرف بظاهرة انفجار النجوم. اعتمد على زهرة فلاكية تعتبر. يتعتمد باسم ايه زهرة? اللي هي اه زهرة انفجار النجوم. وايه هي زهرة انفجار النجوم ديها? هي توهج نجم الماء لمدة قصيرة. النجمة هي توهج لمدة ايه? لمدة قصيرة اللي يصبح من المع نجوم السماء. ثم يختفي توهج الدريجية ليعود الى ما كان عليه. تمام كده يا شباب? طبعا. الفروض بتاع التصورف يعني اللي هو العالم بتاعنا. قال لك ان كان بيدور القرب من الشمس نجمة اخر. انفجر هذا النجم نتيجة التفاعلات النووية الفجائية. القوة ادت جوة الانفجار الى نفاع النواة هذا النجم بعيدا عن جاثبية الشمس. وتبقت سحابة غازية من هذا النجم حول الشمس. والسحابة الغازية دي تعرضت الى عملات تبريد وانجماش. ادت الى تكوين المجموع القاكب السيارة. والجاجب دي اتخذت مطاردة حول الشمس بفعل جوة جاثب الشمس. ودهت بعد كده تحولت الى كوين. مش كده شباب. رقم اتنين. قارم من حيث طول النظر وكسر النظر في نوع العدسة المستخدمة. وسبب حدوث كل منهم. ايه سبب الحدوث? ونوع العدسة المستخدمة. تعالى نقارم ما بينهم مع بعض. اول حاجة. طول النظر. ايه نوع العدسة اللي بتستخدم فيه طول النظر? طبعا عدسة محدبة. عدسة محدبة. اما كسر النظر عدسة مقاعرة. سبب الحدوث طول النظر. السبب الحدوث بتاع طول النظر. اللي هو نقص كتر قلة العين في تكون الشبكية قريبا من عدسة العين. ونقص تحده في سطحي عدسة العين فيكون بعضها البؤري كبير. وطبعا ادى الى ايه? ادى الى تجمل الاشعة الصديرة من الجسم القريف في نقطة خلف الشبكية مكونة صورة غير واضح. اما لو شفنا على كسر النظر طبعا العكس. زيادة كتر قلة العين. فتكون الشبكية بعيدة من عدسة العين. وزيادة تحده سطحي عدسة العين. فتكون بأضاء البؤري صغير. وده طبعا ادى الى تجمل الاشعة الصديرة من الجسم البعيد في نقطة امام الشبكية. ثم تفارج مكونة صور غير واضح. تلك كده يا شباب نموذج التاني. ان شاء الله المرة جاء ناخد النموذج التالت ورابع مع بعض. وشوفكم المرة الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.